اختتم مؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة فعلياته التي عقدت تحت عنوان معاً لوقف الحرب في السودان وقدمت قوى السياسية والوطنية في ختم المؤتمر الشكر للرئيس السيسي والشعب المصري كافة على مساندة السودان وشعبه في الأزمة التي يمر بها وأكد مؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية أن اجتماع القاهرة فرصة جيدة للتوافق على العمل لوقف الحرب في السودان وأضاف البيان أن المجتمعين ناشدوا المجتمع الدولي للوفاء بالتزماته تجاه الشعب السوداني وأكدوا الحفاظ على السودان موحدا في إطار جهود مصر لحلحلة الأزمة السودانية ومحاولة تقريب وجهات النظر بين الفرقاء للتوصل لرؤية سودانية خالصة تنهي الأزمة تستضيف القاهرة مؤتمر القوى السياسية السودانية ضمن المساعر الرامية لتوفير المناخ الملائم للحوار بين مختلف القوى السياسية للبدء في عملية تفاوضية تنتهي بسلام دائم وشامل يحفظ مصالح الدولة السودانية ويصهم في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة الدعوة المصرية جاءت انطلاقا من إيمان راسخ بأن النزاع الراهن في السودان هو قضية داخلية بالأساس وأن أي عملية سياسية مستقبلية ينبغي أن تشمل كل الأطراف الوطنية الفاعلة على الساحة السودانية وفي إطار احترام مبادئ السياسة السودان ووحدة وسلامة أراضيه وعدم التدخل في شؤونه الداخلية إضافة إلى الحفاظ على الدولة ومؤسساتها مؤتمر العاصمة الإدارية يعد خطوة بناءة وإيجابية تؤسس لانعقاد مؤتمر دستوري شامل يتم الإعداد والترتيب له بصورة شفافة ومحايدة وبمشاركة جميع الأطراف وفق معايير متفق عليها بغرض وقف الحرب وإنقاذ السودان الدور المصري يأتي استكمالا لجهود مصر ومساعيها المستمرة من أجل وقف الحرب الدائرة في السودان وفي إطار من التعاون والتكامل مع جهود الشراكاء الإقليميين والدوليين لبزل الجهود الممكنة لمساعدة السودان في تجاوز الأزمة التي يمر بها ومعالجة تداعياتها الخطيرة على شعبه وأمن واستقرار المنطقة لا سيما دول الجوار جهود مصرية المستمرة لتحقيق هدف التوصل للرؤية السودانية لحل الأزمة انطلاقا من علاقاتها التاريخية بالسودان والأواصر المتعددة التي تربط بين البلدين وحرصها على أمن واستقرار المنطقة في مواجهة كل ما يهددها من نزاعات تهدد بفقدان مكتسباتها ومقدرات شعوبها